بسم الله الرحمن الرحيم دكتور نواف نتمنى عليك أن توضح لنا فكرة التوحيد علما بأن هناك بعض اللبس والالتباس على هذا المفهوم وهناك العديد من المذاهب والملل والنحل كل ينظر إلى توحيده منفردا عن توحيد الآخرين علما بأننا نعلم بأن التوحيد هو خيط يربط كافة الكائنات الحية المتواجدة على سطح هذه الفانية أو الكون قاطبة ولما نسمع عن موضوع الذكاء الكوني نعلم وبشكل قاطع أننا جسم وأجزاء متكاملة ضمن هذا الكوكب أو هذا الكون قاطبة أتمنى أن تتفضل وتوضح لنا هذا الأمر من خلال المبدأ الذي يقول خاطب الناس على قدر عقوله فهناك من يفهم التوحيد كل حسب ثقافته ووعيه وعلمه وسنكون لك من الشاكر بسم الله الرحمن الرحمن يعني أنا مقدر شعورك يا أبو سهيل أنه ما أوضحت تماماً السؤال اللي كنت عم تسأله قبل التسجيل يعني هذا الشيء معذور بالوسط الاجتماعي أما الموحد الديان بقوة وعي التوحيد يحصل على شجاعة طرح الحقيقة بدون أن تكون مرة مثلاً لما طرحنا موضوع الدجال عم نطرح حقيقة بتقبلها كل العقول الزكية ونحن نخاطب أصحاب العقول الراجحة الزكية فتقصد بعض المقولات عند بعض المعتقدات التي تططعن بالآخرين وتسيء لهم لدرج إنه عند البعض لا يحلو له أن يستلم عقائد مذهبه الخاص إلا بعد أن يسب بالرموز العقائدي للمذهب الأخرى معروف ومنتشر عندنا بمحافظات عدة وهناك من لديه مقولات أيضاً منصوصة بنصوص ومكتوبة بأن الذكاء الكوني التي تفضلت فيه أي القائم بالحق أي المهدي المنتظر اللي نحن نعتقد بقدومه ماتسا يا حين لما يظهر الدجال سوف ينيل أصحاب ذلك المعتقد وهي في معتقدات كثيرة وطوائف كثيرة تعتقد نفس الاعتقاد سوف ينال من باقي المعتقدات بقتل رجالهم وأخلاط دمائهم بدماء كلابهم وفي صور أكتر من هيك فارح ركز على الفكرة اللي كانت عبطاً طرح خلف التسجيل اللي هي هاي بالذات ونحن عم نقول بسم الله الرحمن الرحمن يعني عم ننادي بالإله الواحد ومنلاحظ أنه الإله عبصير متعدد الواقع بدليل وجود طوائف مختلفة كل واحد عامل محام دفاع عن عقيداته الخاصة باسم الرب العالمين مشروع بعالم التعدد أما خلقناكم شعوب قبائل اللي تعارفوا أي لا توصلوا لمعرفة الحقيقة مش تعرفوا على بعضكم كيفك وشلونك كيف الشباب ما شاء الله على هالوعي الإلهي اللي خلقناكم شعوباً وقبائل لي تعارفوا مش أنت تعرف بعضكم على الآخر لي تعارفوا شدد على الأليف بالمعرف اللي تعارفوا أي تصعدوا على عامود المعرف القائم بالحق كلكم ترجعوا له ذواتكم الحقيقية بغض النظر عن معتقداتكم طبعاً لا يمكن الرجوع وهذه الشحناء والبغضاء موجودة مع سوء الفهم والجهل برودة الجهل بالتفسيرات التفسيرات الظاهرية معروفة وأساس هذه التفسيرات أحقاد شخصية لتجميع الحشود وتسييس المذاهب للسيطرة النرجسية على حكم كل حاكم عنده عقيدة باطنية فيفسر معتقداته بما يخدم المصلحة السياسية ليحشد حشد جماهير معين مثل باقي الكائنات الحية اللي بتتحشد مع بعضها لدرء الخطر هاي اسلوب يعتبر حيواني والإنسان ببداية تطوره بالوعي لما نقول داروين من القرد لإنسان مضبوط المضبوط مو هاي النظرية بالضرورة إنه الإنسان عاي بتطور مادي هي هاي مضبوطة من الناحية الروحية الإنسان بوعيه حيواني ويتطور ليصير إنساني ثم يتطور من الإنساني ليصبح موحد أي إلهي أي موحد أي إلهي وفي سوء هذا الفهم إذن واضح أن كل معتقد فيه ما يسمى الظاهر والباطن والتوحيد أي التفسير الحيواني أي الحسي الظاهري والتفسير الباطني أي الإنسان وتفسير الإلهي أي التوحيد الحمد لله نحن صرنا بزمن نستطيع أن نتكلم فيه بإنسانية وقيم إنسانية وهي مرحلة من مرحلة تطور البشري إلى الوصول إلى الإلهية أي إلى وعي التوحيد توحيدهم بهذا المعنى غير خاضع لمذهب ولا لجماعة ولا لأي دين أما كيف دكتقنا أصحاب هذا المعتقد اللي ينتظرون مهديهم ليقطع رؤوس الرجال ويخلطها بدماء الكلاب وإنك كموحد أي كوعي توحيدي ما في عندك نكران لأي تعقيد أنت بتحترم كل المعتقدات يعني حتى هذه العقيدي أي حتى داعش الموحد يحترم داعش لأنه يرى إرادة إلهية خلف ظهور الداعشية لأن الداعشية بظهورها الإبليسي بهذا الشكل المتطرف قد أعطتنا درسا مسرعا لطاقاتنا الواعية فتخلصنا من الأبلسي اللي فينا لما رأينا ما ظهر منها فلما يظهر القائم بالحق ويريد للموحدين أن يروا محل بغير الموحدين من إخلاط دماء رجالهم بدماء كلابهم وسبي نسائهم ما المقصود؟ توحيد ماذا يعني؟ توحيد باطن الباطن من ما يعني أن المعنى خفي عصي متحجب يحتاج دخول عميق ينقاء قلب لفتح المعلومة لحقيقتها ويتمسك أهل الظاهر بالقشور لماذا؟ لأن الطبع الحيواني لا يهتم إلا بالقشور لماذا اختار تحديدا الكلب؟ علما بأن الكلب رمز للوفاء ما عبي ياخد هو بهي المقول رمز الوفاء من الكلب بل عم ياخد رمز الغضب الموحدون من أي مذهب أو دين عندما يوحدوا الطاقات بهم ويوحدوا الإله سبحانه حقيقة التوحيد فلا يبقى في ساحتهم حدثا إنسانا سالب أو مجب إلا ويروا خلفه رسالة إلهية إرادة إلهية واحدة هذا يعني أن التجارب نخضع لها نخضع لها نرتقي بالوعي كلما نجحنا بتجربة وبالتالي تتوسع النظرة نحن موجودون في عالم الزمان والمكان إن كنا بنقاء قلب لكي نتوسع بعقولنا فالموحدون الموجودون الآن على الكرة الأرضية من أي مذهب أو دين وقد علم كل أناس مشربهم ولكل الشرع ومنهاج كل يوحده بمقدار منزلاته هؤلاء حتما وأنا متأكد وواثق رح يوافقه على الكلام اللي رح أحكيه ليه لأنه مو بس واقعي ومنطقي لأنه باطن الباطن والتوحيد ما فيه تناقض وقد تنزهت الحقيقة عن التضاد والموحد بقمة الهرم ما بينزل لدائرة التضاد حتى بالفكر حتى بالشعور حتى بالعمل طيب كيف دك تفسر هذه المقولة هذه المقولة تقال لمن من قبل ذكاء كوني تفضلت لمن لأناس معينين بمدرسة تعرضوا لمشاكل جم لمحا وبلايا خطيرة بسبب خروجهم عن المألوف ونحن صرنا بزمن في إنسانية وقيم عم تحمل بعض قبلا كان أعمال السيف بكل من يجدف يسموه مجدف يسموه زنديق وهكذا فلما أعمل السيف بطائفة بأكملها طبيعا صار في حقد صار في أذى نفسي لا يمكن أن حكيم ذلك الزمان أو المعلم أو المرشد أن يقول لنفس حاقدة مريضة بالحقد بالكراهية بالغضب أن هؤلاء القاتلون المجرمون إخوان لكم بالإنسانية تعالوا سامحوهم من أجل ذلك كعلاج بالهموبة أو وداوية بالتي كانت يداء بخاطبهم لأن النزع حيوانية طبعا بعد ما وصلت للتفسير الحقيقي التوحيدي فقط أذكر الحالي الظاهري الآن فالحالي الظاهري لما بيكون في حرب تصور مثلا الآن روسيا أوكرانيا تجي للأوكران اللي تهدمت بيوتهم سامحوهم للروس وما بعرف إيش يعني كلامك وراح يكون أنت عميل أنت كذا أنت كذا حتما رح تتأذى والقتل أقل ما يمكن إلك شخصيا إذا ما كان إلك ولكل مين معك الآن عم بتصير بينما يبيجي المعلم ضمن هذا الحقد الأوكراني عبعطي مثلا وهذا سياسي فما بالك لما بيكون ديني بعت على أكثر بيكون في سبيل الله معت في سبيل الأرض لما بيكون في سبيل الله يعني في قوة على الأساس أكثر يسم الله أكبر نقتل العباد بيسم الله أكبر مش أكبر نقتل العباد هذا الكفر المحجوب فبيجي هذا المعلم هذا الحكيم بيعرف أنه هاي النفوس عند الأوكرانيين حاخذي غضباني طبيعي بيجي بقول لهم أحب أعداءكم وباركو لعنيكم هاي النفوس هاي النفوس هاي النفوس سو بدي يكسر روس الروس و بدي اخلط دمائهم بدماء جواميسهم و بدي أعمل و بدي كذا ليه عم بيحمس وداوها باللتي كانت يداء الحقد لأنه عبيعالج داء بدي يتسياد بيعمل سلم هاي ظهرة طبيعية وصارت وذكرت بحوادث موجودة بشكل واقعي بمناسبات أخرى هاي اللقطة بالذات هاي قلنا بعد بالتفسير الأول يعني هذه المقولات الحاقدة لما بتشوف أنت بين المذاهب ظهرة طبيعية لا تستنكرها هاي أولا ثانيا هناك احتمالية دوما أيضا إذا حبيت ما أنك تاخذ بعلاج الهيميوباثي بتحب أنت الألوباثي يعني الطب الكيميائي العادي أنت بتعرف أنه التاريخ يكتبه القادة السياسيين والمتسلطين وما شابه فطبيعي يكون في تحريف في كل ما يسمى كتب كل ما يسمى كتب طبيعي أن يدخل له خطوط سوداء لكي تنال من كل من سيعتقد المذهب طبيعي يكون فيه بكل المذهب فيه خطوط سوداء عبارات معينة تسيء لأبناء المذهب ولو بعد ألف سنة حتى هذا التفسير مقبول رجال الدين بيرفضوه بيتمسكوا بالتفسير الأول لا ما فيه تحريف ما فيه تحريف معناها تتعخذ التفسير تبع روسيا أوكرانيا والناس غير رجال الدين ما بيقبلوا هذا التفسير كمان وارد ما بهمنا ليش؟ لأنه بعدنا نحن بالتفسير الظاهري بدنا ننتقل من الباطني ما بدنا نعمل تأويل بدنا ننتقل مباشرة لتفسير توحيدي باطن الباطن بهذه المقولة بالذات مين عم يحكي؟ الذكاء الكوني اللي هو العقل الشامل العقل الشامل لا ينطق عن هوى شامل أن يعرف كل قوانين الكون بكل طبقاته وهذا ذكاء خلاق رابط كل الموجودات بكل الطبقات وهذا الشيء أقرب لا الفيزيالي كوانتي اللي ثبتت الحقل الموحد بالعلم هذا الكلام أقرب للعلم صار بتفسير العقل الشامل شامل لكل هي التعدد هذا الذكاء الكوني اللي بسموه قانون الكارمل جبار أي فيه مجمل القوانين التي يرد فيها على مثاب والمعاقب على الطائع والعاصي هذا الذكاء الكوني لما عم يخاطب الموحدين عم يقول لهم سوف أنيلكم قتل رجالهم وسبي نسائهم وإخلاط دمائهم بدماء كلابهم عم يخاطب من؟ الموحدين والموحد لا يمكن يكون عندها النظرة ما في موحد عنده غل ما في موحد عنده حب انتقام ولا موحد عنده حقد ولا حسد ولا تطرف ولا حكم ولا تقييم ولا معتقدات التوحيد بريء من الاعتقادات التوحيد حالة وعي روحي حالة معلومة وحدي التوحيد مش مذهب ولا دين هو الخيط الأحدي بكل الوجود بكل مذهب ودين بالتالي لما عم بخاطب الموحدين عم بخاطب النفوس اللي ارتقت عن مستوى الطضاد بهذا العالم وأصبحت على وشك الانتقال لعالم لطيف لا يوجد فيه هذا الصراع الكثيف عم بخاطب الموحدين هنا وهناك في عالمهم وهم بعالمهم أي العالم المادي الآن قليلوا العدد كالملح يملح الزاد بقليل من الملح يكون مذهب ودين موجودين وهذول على وشك الصعود للعالم اللطيف ماذا يقول لهم يقول لهم سوف أنيلكم قتل رجالهم و لش لموحد بيبقى عنده رغبي ما فيه عنده رغبي أنه ينقتل فلان أو تسبب فلانا ما فيه عنده شماتي نيائيا ممكن يكون فيه عند من تسمى بالتوحيد أو تسمى بالموحد هذا إن هي اللي أسميتموها أما أن تكون موحدا لله وعندك هذه النظرة أنه أنت حابب تنقطع رؤوس الناس وتسبى النساء ويخلط دماء الرجال بدماء الكلاب أنت لا ما عندك النظرة بس بالفعل هذه موجودة الذكاء الكوني العقل الشامل لا يتكلم عنه موجودة هذه ظهرة موجودة هو لما تكلم ونطق فيها نطقة بحق يعني ما هو الشرح أو التفسير الواضح لهذا العبارة من خلال قانون الكارمة وصيرورة الوجود منلاحظ أنه النفس الحاقدي والغاضبي اللي يعتلج والغضب بداخلها اللي بتابع كورس التشافي بالمعرف الشاملي أو كورس التقمص مستقبلا أو بعض الحلقات على اليوتيوب يغني رح يلاحظ تماما معنى التناسخ والتفاسخ والتراسخ أي أن أثيرا فردية من النفس الإنساني ارتبطت بروح حيواني نحن روح نفس جسد لما انت زاد مقدار الغضب والحقد طبيعي فاضت طاقة الأثيرية ارتبطت حتى بجسد كلب طاقة غضب تجسد موجي تجسد يتجسد الغضب بالكلب موصوف الحقد للجمل اللي بحيي للخنزير الغضب للكلب وهكذا طيب من ما يعني كل إنسان غضوب اللي قتل باسم المذهب الفلاني لأنه عامل محامي عن الإسلام والدين اللي قتل باسم رب العالمين آلاف من الأشخاص هذا عليك رمو ولا لأه طبعا الفهم الخاطئ للدين مش فهمان قانون السير لا يعني إنك معفى من العقوب نتيجة الحادث فإنت لما عملت هاي المعارك وقتلت الناس بهذا الشكل بأي اسم كان ديني سياسي عليك كارمة عليك فاتورة سوف أنيلكم قتل رجالهم وإخلاط دمائهم بدماء كلابهم ماذا يعني؟ يعني هاي النفس القاتلي لم يقتل إلا من غضب وحقد لا يمكن إنسان يؤذي الآخر لا يمكن لا يمكن لإنسان يؤذي الآخر إلا ذا كان متلبس بشيطان يظهر بإبليس أي بصفات إبليسية بصفات شيطان صفات الإبليسية أو الشيطانية شو هي حقد غضب كراهي وما شابه وبالتالي ما الذي يحدث؟ يتفعل قانون الكارمة بالنفوس التي امتلأت بالحقد والغضب إلى أين ستذهب هذه النفوس إن لم يكن الآن في المستقبل مستقبل بعد سنة عشر سنين إنسان مستمر بالحيوات الإنسان دوما موجود بطبقات مختلفة ما في شيء بروح عباث سوف تحل روح الغضب روح الكلب هاي المعنى يعني أثير الكلب اللي هو عبارة عن دماء تجري تختلط بدماء هذه النفس سوف أنيلكم قتل رجالهم أي بتقمصاتهم وأخلاط دمائهم بدماء كلامهم ما هو النفس أخذتها المعلومة الغاضبة بعد ما انتهت حياة هذا الشخص القاتل الحاقد إلى أين سيذهب بهذه الصفات الكلبية أو الحيوانية الغاضبة إما سيرتبط أثيره ما رح تنمسخ يعني شكله هو تماما ويحاسب ككاءن غير عقل في شيء عم بجر الكلب أي الحيوان يجر دوما للأسفل وكأن الدماء قد اختلطت لأن احنا لما نحكي عن الأثير نحكي عن سبعين اثنين وسبعين ألف مسار طاقي لما نحكي عن الدماء نحكي عن عروق تجري مع مسارات الطاقة وبالتالي هذه معلومة شعور مع معلومة للغضب طبيعي النفس الغاضبة الحاقدة قد خالطت دماء باقي الكائنات الحية فمين اللي عمل هذا الشيء الإنسان لنفسه من خلال قانون اسمه قانون الذكاء الكوني العقل الشامل خلقها المنظومة إن هي العمالكم ترد إليكم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون طيب بالتالي سوف أني لكم قتل رجالهم هو ما رح يقتل حدا ما يسمى القائم بالحق إمام الزمان العقل الكل ما بيقتل حدا إن هي العمالكم ترد إليكم من خلال قانون هو نفسه القانون الكارمي نحن بمعتقداتنا نعتقد بشخص اسم العقل الكل بالمعتقدات التوحيدي الهندي ما بيعتقدوا بشخص اسم العقل بيعتقدوا بقانون الكارم هو فعلا أصلا العقل الكل ما هو هو الروح الواحد في الجميع والروح شو هو هو معلومي وحد هو نفسه القانون شو يعني القانون كيف ممكن نفهمه بتلاحظ بلعبة كرة القدم في قوانين بتنظم لعبة الفريقين المراقب الجمهور الحكم يراقب يراقب الان اللي عم يلعب ضمن القوانين رح يكون اما فائز او خاسر حسب تدريبه استحقاقه هل يجوز اختراق القانون ما في مجال تطلع برات اللعبة ما في مجال انك انت اخترق القانون نحن الان بمسرح الحياة نحن بلعبة الحياة في قانون اسمه قوانين العقل قوانين العقل الكلي اي قوانين الكارمة الجبار في نفسه قوانين لعبة الملعب نلعب اذا خالفنا قوانين الالهية واستخدمنا الحقد والحسد والغضب والاذى طبيعي بطاقة حمراء طلاب راتل دعبي انت مطرود برات اللعبة انت صرت بعالم اخر عالم الكلاب سوف انيلكم قتل رجالهم واخلاص دمائهم في دمائك كلاب انت رح يصير الطاقة الاثيرية اللي كانت محمولة على شعور الغضب تجري بشكل دماء بكائنات دون انسانية طيب ما بجوز بالمعتقدات التوحيدية ما بصير فيه مسخ لنفس الناطقة طبعا واي نفس الناطقة لكان الداعشي اللي ظهر بصورة انسان هذا يعتبر نفس ناطقة نفس الناطقة هي معلومة المعلومة الروحية لا تنمسخ لانه غير خاضع للزمان والمكان بينما هذا الهيكل البروتيني هو يستجن بالاصل للنفس بأي صورة كان بأي صورة ركبك نمسخهم قردة وخنازير شو يعني؟ يعني انت معلوماتك الأثيري موروحي ارتبطت بسجن بعوالم بطيئة الزمن هذه العوالم المسخة بغض النظر عن الشكل في أشكال إلى بعد أبشع بكثير من الأشكال الحيوانية اللي مستنكر أنه المسوخي موجودي أيضا موجودي المسوخي وأصلا فيه موسوخات بهيئات بشر ما يسمى الرماديين والزواح هما شابه الآن المسخ الحقيقي للنفس الناطقة هي الصفات الضدية فيها هاي اسمه مسخ نحن بنجي بناخذ المسخ للإنسان إنه هذا الشكل شكل إنساني لا يا سيدي الغزاء الأجمل من الإنسان بالشكل الإنسان أعطي ملك أن يصل لهذا الوعي الشامل ولكنه فقدها بربط أثيري من خلال أعماله الآثمة طباع حيوانية فبالتالي موسخت نفسه أي ما عاد يقدر يتنغم مع المعلوم الواحد فوكأن دماءه قد خالطت دماء الكلاب طيب وماذا عن سبيل النساء بنفس المثال نقدر نفسر ما بطول الفيديو نقدر نفسر تماما معنى سبيل النساء ويطول الحديث لأنه حتى بإسم المعتقدات تسبى النساء وتغتصب حتى بإسم المعتقدات والشرعي سبيى نسائهم بسجن الجهل سجن النرجسي الذكوري حتى لو في شرعي بالزواج سبيى نسائهم لأن ساهموا بأحقادهم بتحريض رجالهم على قتل فرق أخرى فبالتالي القانون الكارم الجبار سيجعل هذه النفوس تولد على شكل نساء تحبس في بيوت التسلط النرجسي الذكوري ونحن نراها في كثير من المذاهب خصوصا بمجتمعاتنا العربية وليست هذه دعوة للإباحية الإنسان الحرة من داخلية حرة بمحبة لا مشروطة لا يقصد بالعكس حتى بالمجتمعات التي نعتبرها غربي في عندهم سجن للنساء بأساليب أخرى تحويلها ل تسليع الجمال واستثمار وعرض للأزياء وسلكني وما شابه هاي كله سابي سوف أنيلكم قتل رجال مخلاط دمائك وسابي عندما نكون بغضب الآن نحن من من انطبق عليهم هذا القول يعني لما قيل هذا القول الآن ينظر لنا الموحدون إن كانوا من عوالمهم النوراني أو من عالمنا وبشوفوا الغضب بنفوس الرجال هذا القتل الحقيقي وبشوفوا هاي السجن للنساء من خلال سيطرة تسليع الجمال والبرمجة عليهم ما هي سابي هاي سابي للنفوس وسابي للطاقة الذكورية وسابي للطاقة الأنتوية وقتل إذن قتل للطاقة الذكورية بربطة برباط حيواني غاضب وسابي للطاقة الأنتوية باستخدامها السابي شو يعني استخدام غير مشروع استخدامها استخدام الطاقة الأنتوية من أجل استثمار مالي هذا عمر يصير إلى هذا نوع من التفسير اللي يعتبر توحيدي باطن لباطن المقولات ولا يقصد ألباته ظاهرية التفسير وكل من يعتقد بظاهرية التفسير سيلحق قانون الكرمة وسيسبى أصلا هو بسبي إن كان امرأة بسبي الجهل الآن بسجن المعتقدات الضيقة وهذا ضيق وسيقتل من خلال الغضب باسم الدين باسم يغيرة الدين باسم يغيرة الدين لاحظ كيف النفس التوحيدي نفس نوراني تقبل كل النفوس التقي ويزعج النفوس الظلامي لأن النفوس الظلامي ترغب بالاستثمار بدماء الرجال وسبب النساء فإذن بالتوحيد تعرف الأشياء من خلال هذا الوعي التوحيد الوعي الروحي نحن نعرف حقيقة الأشياء نشوف الخيط الأحادي نلاحظ أنه ما في تناقض نهائيا ما فيها التناقضات اللي بتشوفها باقي نفوس شو منستفيد؟ نستفيد نحن نعيش جنة المعرفة والباقي في الجهل ينعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة